وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عبيفي مدير تحرير الأهرام يعني أستاذ جميل كيف تقيم المشهد اليوم في هذه القمة العربية الإسلامية الطارئة هي بالطبع القمة العربية الإسلامية الطارئة هي انتداد لقمة القاهرة للسلام التي عقدت الشهر الماضي طبعا وهدف الأساسي فيها هو الإيجاد حلول مناسبة لوقف نزيف الدم الذي يراق على الأراضي الفلسطينية يوميا جراء القصف العشوائي للأهلة العسكرية لجيش الأكرال الإسرائيلي جيش الأكرال الإسرائيلي يقتل الأطفال يقتل النساء يدمر البنية التحتية كل المشاهد المأساوية بتنفذ في قطاع غزة على يد جيش الأكرال الإسرائيلي طبعا يوم القمة العربية أكدت على ثوابت اللي أكدت عليها طبعا قمة القاهرة للسلام اللي هو العمل على الوقف الفوري غير المشروط للعمليات العسكرية ثم ثانيا إيجاد المسارات أو العمل على إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة وأيضا يكون بسهولة وبيسر وغير مشروط أيضا وإدخال الوقود والمواد البترولية الخاصة للمستشفيات وبالطبع الهدف الأساسي لا لتهجيل الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول هو ده اللي بتأكد عليها ذات ثم في النهاية نقوص على مائدة المفاوضات وحل الدولة الفلسطينية حل القضية الفلسطينية بشكل كبير وحل الدولة الفلسطين إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وشبعة وشتين القصة الشرقية عاصمة لدولة فلسطين هو ذا اللي بتهدف إليه قمة العربية الإسلامية وزي ما أكدته من قبل طبعا قمة القاهرة نعم أستاذ جميل اليوم في هذه القمة رأينا العديد من اللقاءات المهمة على هامش القمة العربية الإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع معظم قادة الدول أيضا تقييمك لهذه الصورة وهذه اللقاءات المهمة على هامش هذه القمة هو بالطبع كلها لقاءات مهمة جدا وتعت في إطار لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأت منذ بداية الأزمة حتى اليوم طبعا فيه لقاءات لها طبع خاص مثلا زي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس البرهان رئيس المجلس الانتقالي السوداني والمؤمنة على الأوضاع في السودان والوصول حالة الاستقرار طبعا في السودان اللي بدأت عن مصر حالة الاستقرار وإن يكون فيه هناك استقرار والجلوس على مقيد المفاوضات أيضا في السودان طبعا من اللقاءات الهامة طبعا اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإحنا شايفين أن الفترة الماضية كان فيها العديد من المباحثات بين مصر وتركيا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس أردوغان أكثر مما رئيزا التقارب المصر التركي ده شيء مهم جدا خلال الفترة الحالية ثم لقاءاته مع الرؤساء وزعماء الدول العربية والإسلامية كلها بتهدف إلى توحيد المفاهيم من أجل الوصول إلى حل لهذه القضية ولعدم راقة المزيد من الذبات وطبعا اللقاء مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد احنا عارفين أن السورية مذهبة وليبيا مذهبة والسودان بها صراعات واليمن إذن اللقاءات دي كلها بتهدف أيضا إلى طرح الرؤية المصرية لحل الأزمات في تلك الدول بجانب التنصيح من مصر من أجل طبعا وصول لحل الأزمة الفلسطينية وكلها تأتي في إطار أن مصر في الوقت الحالي أو منذ عام 2014 حتى الآن مصر هي قوة الفعلة في منطقة الشرق الأوسط مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على تجميع الدول العربية والعمل على حل كل الأزمات اللي بتمر بأي دولة عربية وهو ده اللي شكنات من الدعم الكبير اللي بتقدمه الدولة المصرية لكل الدول العربية وقت الأزمات وقت الاحتياج الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك